انطلقت فاعليات العرض الجوي المصري الكوري الجنوبي واللي بينفز فوق سفح الأهرامات وده كان بمشاركة فريق الألعاب الجوية الكوري اسمه بلاك إيجلز هو طبعا من كوريا الجنوبية فريق الألعاب الجوية المصري اسمه سيلفر ستارز طبعا إلى جانب فريق طائرات اسمها كانت هال جازل مصرية حورس فرق القفز الحر والدلتا من قوات المظلات المصرية خلونا نشوف تقرير حلو جدا ممتع جدا وجميل اتفرجوا عليه فعلا هتتبسطه لأول مرة على أرض مصر وفوق سفح الأهرامات تلقلقت فرقة النجوم الفضية المصرية بعروض جوية متنوعة ليحلق وسطها فريق النسور السوداء من كوريا الجنوبية بنسجام حركي موسيقي شكلي ضمن عروض بيراميدز اير شو 2022 طبعا ما فيش أحلى وأجبل من منطقة الأهرامات أيقونة السياحة في العالم كله وكون نحن ننظم فعالية مهمة زي دي ما بين مصر وما بين كوريا بتثبت قوة العلاقة ما بين البلدين قوة التعاون ما بين البلدين والحقيقة بتثبت كمان اهتمام كوريا بمصر سياحيا ومصر في كافة المجالات أعبر عن شكري للحقومة المصرية لسماحها بمشاركة كوريا الجنوبية لعروضها الجوية على سفح الأهرامات أرى أن العرض الجوي بين القوات المصرية وكوريا الجنوبية سيساعد على تكوين العلاقات بين البلدين وهذا العرض سيكون نقطة انطلاق لتنمية العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية سواء في المجال العسكري أو القوات الجوية العروض بدأت بمناورات للسرعة والتوازن وتزينت خلالها الطائرات بأعلام البلدين تلتها بعد ذلك تشكيلات وتحركات جوية فنية تبعهم عروض بأدخنة ملونة تشد النظرين وشاركهم في العرض عدد من رجال قوات المظلات المصرية ليضعوا بصمتهم الخاصة بعروض الخفاش الطائر والسقوط الحر العرض حلو قوي وحس بفخر كده وحس قدقل القوات الجوية يعني شغالة وفي حاجة كويسة قوي النهاردة يعني أنا حاسة أن أنا مبسوطة بصراحة حاجة ممتعة جدا وحاجة ممتازة جدا ما كنتش يعني شيء جميل ومشرف جدا لقواتنا هو جميل بصراحة سواء السيلبر ستار أو البلاك إيجلز وما الاتنين كانوا حاجة يعني عظيمة جدا وبعد كده الرجال بتاعة المظلات ما شاء الله عليهم برضو عرض المعدة دلتة دي برضوك فالعرض كله كان ممتاز وصراحة والتوقيتات ممتازة والجو العام ومع الهارم بقى والشكل وكده فكانت حاجة عظيمة جدا يعني في صراحة المناورات الجوية المصرية والكورية الجنوبية ظهرت في انسجام تام مع المعزوفات الوطنية والمقطوعات الموسيقية المصحوبة بحركات إيقاعية لتعبر عن العلاقات الثنائية بين البلدين وفتحت لها أبوابا تعاونية جديدة في مجالة متنوعة ومنها العسكرية والجوية فرق من الأفضل في العالم زيانت سماء الأهرامات بتشكيلات وألوان أبهرت العيون بعروض جوية خاصة لا تعبر فقط عن مهارات فريدة بل تؤكد على عمق العلاقات المصرية الكورية الجنوبية كريم بيبرز التلفزيون المصري